الطالبة أماني في بركة السابعة كلكم أكيد عارفين القصة أنا بس مشغول بحاجة يعني تبدو غريبة هو معقول لما حد أو وحدة تقول للوحد لأ إيه موتها إيه الثقافة اللي زرعت في دماغ القاتل أيا كان بقى في المنصورة بركة السابعة في مش عارف فين في إيه اللي زرع وجدان الشخص ده اتكون إزاي يعني إيه هو تكوينه اللي قائم على فكرة لو حصل رفض فتبقى النهايات دايما صفرية يعني هموتك أو هموتك وبعدين في الحالة بتاعت وموت نفسي يعني إيه ده إيه ده المعادلات الصفرية دي معادلات غريبة جدا جدا لا أستطيع أبدا أنا نقولك إن ده جزء من ثقافة الشعب المصري لكن أنا مشغول فكرا بهذه الحالات فكريا يعني بهذه الحالات الحالات دي إيه اللي بيدور في مخها وجدانها هتكون إزاي ثقافتها إيه طب اتربوا جوا بيوتهم على الإيه عشان يوصلوا إلى نتائج بهذا الشكل لا تساوي بالنسبة له نهاية العالم لنفسه وللأطراف الأخرى يعني إيه يعني إيه في حاجة مش مفهومة حقيقي بجد حاجة مش مفهومة وده اللي بيأكد لي أكتر إن إحنا فعلا لازم نفضل مركزين جدا مع هذا الجيل تاني ومش بقولك إنه دي ظاهرة ومش هتبقى ظاهرة يعني الأنواع دي من الحوادث بتحصل في حتة كتير في الدنيا بس بتحصل كده يعني بتحصل بالشكل الفردي ده في أي بلد في العالم ما هي الظاهرة بس إيه اللي بيحصل إيه اللي هنا هنا بتلاقي إنه صدر بيان النائب العام في مسألة مقتل الطالبة أماني الله يرحمها الله يرحمها النائب العام في بيانه نصا يأمر بسرعة إنهاء التحقيقات في مقتل الطالبة أماني ببركة السبع حيث ورد بلاغ إلى النيابة العامة أمس السبت الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري بوفاة الطالبة أماني متأثرة بإصابتها بعيار ناري أطلقه صوبها شخص رفض أهلها ارتباطها به فباشرت النيابة العامة التحقيقات وعاينت مسرح الجريمة وناظرت جثمان المجني عليها وتحفظت على ما سجلته آلات المراقبة بمسرح الواقعة وعلى ملابس المتهم وقت ارتكابه الجريمة كما سألت تسعة شهود على الواقعة وكلفت النيابة العامة الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بفحص هاتف المجني عليها كما ندبت مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثمانها لبيان ما به من إصابات وللوقوف على سبب الوفاة وكلفت الشرطة بإجراء التحريات حول الواقعة وقد وجه السيدة المستشار النائب العام بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهم وهاتفه المحمول والسلاح المستخدم في الجريمة عند النقطة دي يا سادة يا كرام ينتهي بيان النائب العام ترجمة نانسي قنقر